إذا تحدثنا عن الدعوة كيف بدأت في الدعوة إلى الله الحمد لله بعدما أسلمت نعم وفهمت بأن الدعوة إلى قومي بيدي نعم سبحان الله بيدي أن هذا ستسأل عنه يوم القيامة سيسألني الله سبحانه وتعالى الله أكثر ويدد كذلك في قرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وما وأنذر عشرتك الأقربين هذا كذلك لكن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القومي ليبين لهم أنت بلسان القوم تعرف أريد تعلمها وليكنت أريد أن أعلم قومي نعم على الإسلام وعرفوا الإسلام إليهم بلغتي ماشا والحمد لله بدأت هذا العمل آآ 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 النتيجة نتيجة نتيجة يوجد نتيجة كبيرة كبيرة جدا كبيرة جدا كبيرة جدا دائما تفتقر إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله قبل أن تخرج الدعوة تقول لا حوله نعم تدعى الله التوفيق والسلامة نعم لأن يوجد كفار نعم يعني مكرهم نعم مكرهم كبير جدا إذن نسأله سلامة وتوفيق وسدادة آمين يا رب الحمد لله الآن جعلنا وحولنا خمسة قنائس إلى المساجد حتى الآن الحمد لله ستذهب إلى الكنيسة إلى الكنيسة أنا أكثر من أذهب إلى الكنيسة أكون معهم يعني يلقون يعني دراستهم يعني خطبة بعد ذلك أجد وقت الفرصة خمسة عشر دقيقة أتكلم معهم عشرين دقيقة الحمد لله والله سبحانه وتعالى يعني يجعلهم نعم يعني يرؤون الحق يرؤون الحق نعم وحينما وضح لهم بلغتهم لغة جلوية والله وجدت هذا من حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني وحديث يعني رواه إمام يعني رواه تميم داري تميم نعم تميم يقول يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغنا هذا الأمر ما بلغ ليل والنهار ما شاء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين سبحان الله بيعيز الأزيزن أو بذولدن سبحان الله عيزا يعيز الله به الإسلام نعم وذلا يضيل الله به الكفرة أو كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني لا يبلغنا هذا الأمر أنتم يعني فقهاء اللغة وهكذا الله سبحانه وتعالى بدأ بلا ملخصر نعم صحيح وانتهى بنون التبكير الثقيل ما شاء الله لا يبلغنا كأنه يقول والله لازم أن تكون هكذا يدخل الدين يدخل الدين لا يبلغنا هذا الأمر ما بلغ ليل ونهار الحمد لله وكل مكان في الآلم يعني سيأتي إليهم الإسلام لكن لابد نحن نشتهد لابد نعم إذن بعدما وجدت هذا الحديث استعمله نعم استعمل هذا الحديث هذا الحديث تعمل به آمل به نعم تعمل به وحتى يعني القوم الحمد لله حتى الآن يعرفون ماذا الإسلام الحمد لله و يعني يدعونني هم بنفسهم يدعونني تعال من فضلك تعال يعني عارفونا الإسلام نعم عرفنا علمنا الإسلام علمنا الإسلام ماشا الله الحمد لله كل يوم لازم أن نجد بفضل الله سبحانه نجد عشرة أسخاص يعني خمس أسخاص هكذا ماشا الله يعني يدخلون في الدين ماشا الله ومنذ بداية عملي يعني دعوتي حتى الآن تقريبا ألف يعني ألف ألاف ليس ألف ألاف ثمانية ألاف ثمانية ألاف من أسلم على يديك أيوة ثمانية ألاف الحمد لله لكن تتابعهم أو لا أنا أتابعهم نعم أدرسهم تدرسهم يعني أذهب إليهم وأناكشهم حول أشياء كثيرة جدا ماشا الله الله يثبتنا آمين يا رب